بسم الله الرحمن الرحيم صاحب سمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة رئيس مجلس الوزراء أصحاب السمو السيدات والسادة الحضور الكريم يسعدني في البداية أن أنقل خالص تحيات وتقدير فخامة سيد رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لخادم الحرماني الشريفين الملك سلماني بن عبد العزيز السعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان كما أود أن أعبر عن شكري وامتناني على الدعوة الكريمة لحضور النسخة السامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار وإلقاء كلمة نيابة عن فخامة سيد رئيس الجمهورية وأنتهز هذه الفرصة لكي أشيد بالنجاح الكبير الذي حققه هذا المؤتمر الهام على مدار السنوات السابقة خاصة على صعيد جذب الاستثمارات وتسليط الضوء على جهود التنمية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 والتي أحرص على متابعة منجزاتها عن قرب من منطلق وحدة المصير والمصار بين مصر والمملكة العربية السعودية سادة الحضور إن شعار هذه النسخة من المؤتمر أفق لا متناهن الاستثمار اليوم لسياغة الغد يعبر حقيقة عن الأولوية القصوى للحكومة المصرية التي تعمل جاهدة من أجل سياغة غد أفضل للأجيال القادمة رغم التحديات الهائلة الناتجة عن التصعيد الخطير الذي تشهده منطقة شرق الأوسط وحالة الاستقطاب وعدم الاستقرار الدولية إلى جانب ما يشهده عالمنا في المرحلة الأخيرة من تحديات انجسام مماثلة أمام تحقيق التنمية المستدامة على غرار جائحة كورونا والتزبزبات الكبيرة في أسواق الغزاء والطاقة وتنامي شح المياه ونضرتها وبالرغم من تلك التحديات فإن مصر عازمة على المضي قدما بخطا سابتة في مسيرة التنمية الشاملة بما يحقق الرخاء والإزدهار لبلادنا وفي هذا الإطار تواصل مصر العمل بلا هوادة تحت قيادة فخامة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي على عدة محاور من بينها أولا تعزيز دور القطاع الخاص وتولي مصر أهمية بالغة لدور القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق الأولويات والخطط الوطنية وقد اتخذت الحكومة المصرية مؤخرا مجموعة من الخطى والإجراءات الطموحة لتحسين مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وتزليل العقبات التي تواجه المستثمرين ولعل من أبرز تلك الخطوات وضع حد أقصى للاستثمارات الحكومية بهدف إتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص بالإضافة إلى توحيد سعر الصرف ومنح الرخصة الزهبية للمستثمرين لتزليل إجراءات إنشاء المشروعات ومواصلة تنفيذ برنامج التروحات الحكومية في إطار وثيقة ملكية الدولة هذا إلى جانب تطبيق سياسة ضريبية جديدة تستهتف تبسيط إجراءات تطبيق الدرائب والعمل على توحيد جهات التحصيل وتسريع إجراءات تسوية النزاعات الضريبية كما شملت الإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية اعتماد برنامج جديد لدعم الصادرات وكذلك إطلاق استراتيجية وطنية للصناعة تستهدف تحقيق طفرة في الصناعة الوطنية عبر زيادة المكون المحلي وجذب استثمارات جديدة في عدد من الصناعات الهمة مثل صناعة السيارات الكهربائية ثانيا قطاع الطاقة مما لا شك فيه يرتبط مستقبل التنمية المستدامة في العالم بقضية أمن الطاقة لا سيما في ظل التحديات المرتبطة بالفجوة بين مصادر الطاقة المتاحة من جهة واحتياجات الطاقة من جهة أخرى ومن هذا المنطلق تسعى مصر إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءتها وتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة من خلال تحفيز الاستثمارات المباشرة في هذا القطاع الهام بالتوازي مع إقامة شراكات مع الدول الشقيقة والصديقة لا سيما في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وفي هذا الإطار فإنه من دواعي سروري أن نشهد ما تحقق اليوم على صعيد الشراكة بين مصر والسعودية في المجالات ذات الصلة بأمن الطاقة وتنويع مصادرها وجدير بالإشارة هنا إلى مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية والذي يستهدف إنتاج سلاسة آلاف ميجاوات من الكهرباء على مرحلتين ثالثا قطاع النقل والتنمية الحضرية ضخت مصر خلال السنوات الأخيرة استثمارات ضخمة لتطويد البنية التحتية وبناء مدن جديدة وزكية وكذا لتطوير منظومة النقل والمواصلات والمواني في مختلف أنحاء البلاد بما يتصق مع الخطط والأهداف المصرية الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر وفي هذا الإطار قامت مصر ببناء أكثر من 20 مدينة جديدة في مقدمتها العاصمة الإدارية ومدينة العالمين الجديدة والتي تتبع جميعها معايير الاستدامة والتقدم التكنولوجي كما قامت بإطلاق استراتيجية لتطوير النقل ترتكز على عدة محاور أبرزها الارتقاء بالبنية التحتية للنقل عبر إنشاء شبكات الطرق وتطوير قطاع السكك الحديدية والنقل النهري وتحديث وتطوير المواني البحرية كما تم إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة للنقل البحري وهناك تعاون مصري سعودي وثيق في مجالات النقل وربط المواني ورغبة مشتركة لدي البلدين في التحول لمركز إقليميا للنقل اللوجستي وسلاسل الإمداد رابعا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالأخص الزكاء الصناعي لا يخفى على أحد أن مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطورات الخاصة بها بما فيها الزكاء الاصطناعي بات يتصدر قائمة المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي والتشغيل وجذب الاستثمارات وهو ما دفع الحكومة المصرية لاتخاذ خطوات متسارعة لدعم هذا القطاع والذي أصبح من أسرع القطاعات نموا في مصر كما تقوم مصر بالفعل بتنفيذ مشروعات عديدة في إطار منصة مصر الرقمية التي تهدف إلى إدماك تطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كافة المجالات وتولي أهمية كبيرة لتنمية العنصر البشري في مجال التحول الرقمي باعتباره الركيزة الرئيسية لاستراتيجية تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات وهو ما يأتي بالتزامن مع جهود تطوير البنية التحتية الرقمية المصرية فضلا عن إدخال العنصر التكنولوجي والرقمي كأحد عناصر مشروع حياة كريمة الذي يستهدف تحسين مستوى المعيشة في القرى والريف المصري حيث تم مد الألياف الضوئية إلى المناطق الريفية لتزويد حوالي 58 مليون مواطن مصري بهذه الخدمة أي حوالي 50% من عدد سكان مصر السيدات والسادة لا شك أن هناك ارتباطا وثيقا بين الاقتصاد والاستثمار والنمو من جهة والسلام والاستقرار والأمن من جهة أخرى الأمر الذي يضع منطقة الشرق الأوسط التي تموج بالصراعات والأزمات المتصاعدة أمام تحديات بالغة التعقيد لعل أبرزها في المرحلة الحالية تمثل في العدوان الإسرائيلي المستمر على أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والذي اتسعت رقعته في الأسابيع الأخيرة ليطال لبنان العزيز وفي مواجهة هذه التحديات يبرز دور مصر والسعودية باعتبارهم الركيزتين الأساسيتين للأمن والاستقرار في المنطقة لا سيما في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة الشرق الأوسط وذلك بالنظر إلى تطابق رؤى البلدين حول خطورة الوضع الإقليمي الراهن وضرورة وقف إطلاق النار وتجنب الانزلاق نحو حرب إقليمية شاملة سيكون لها تداعيات وخيمة تطال الجميع بلا تمييز وفي هذا الإطار أود التشديد مجددا على أن أمن دول الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وأن تحقيق الأمن والاستقرار وتوفير المناخ اللازم للتنمية الاقتصادية وتحقيق الرخاء سواء في الشرق الأوسط أو العالم يرتبط بشكل مباشر بتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية السيدات والسادة لا يفوتني أن أعرب عن اعتزازي بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية على كافة المستويات بما يعكس خصوصية العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين ولا يسيعني سوى الإشادة بما تشهده المملكة تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان بن عبد العزيز جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من طفرة في مختلف المجالات وأؤكد استعداد مصر للمساهمة في مسيرة التنمية في المملكة من خلال الخبرات والكوادر البشرية المصرية وأعرب عن تقدير مصر للتوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين والاتفاق على تشجيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري بما يؤكد رغبة البلدين في الارتقاء بمستوى التعاون الاستثماري إلى أفاق أرحى وختاما أعرب مجددا عن شكري وتقديري البالغين لخادم الحرمين الشريفين ولصاحب سمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة رئيس مجلس الوزراء وكل ثقة في أن يسفر النقاش وإسهاماتكم القيمة على مدار اليومين القادمين في طرح أفكار عملية محددة من شأنها دفع جهود التنمية المستدامة وتحقيق المزيد من الرخاء والاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته